اشتركوا في القناة عايزة حضرتك تقولي بس ممكن تعرفنا إمتى تأسست الشركة وإيه هي نشاطها؟ الشركة تأسستها تأفنوا واحد ونشاطها في مجال الاستراد نحن نستورد الأرميت بكافة أنواعه ولو جينا لكملة كارميت فكان المتعرف الأول على كارميت كارميت فخاري وده لحد وقته قريب جداً لحوالي خمس ست سنين عنده فبدأ يخش منتج جديد أرميت بفيسي وده ما أصنوع من مادة يعني لو قلنا بالتعبير الدارك قوي من البلاستيك وبعد كده التطور التصنع طبعاً فأصبح فيه القارميت المعدني القارميت المعدني طبعاً لي بميزات كتيرة جداً وهذه الكلمة بالتفاصيل في أسناء الحوار هل وجهتك صعوبات عند تبدئ تأسيس الشركة؟ لا بالتأكيد لا يعني الحمد لله الأمور كانت كويسة إيه هي المعارض اللي حضرتك أو المؤتمرات اللي حضرتك شاركت فيها؟ خارج وداخل الكاهرة في الحقيقة يعني أحنا على المستوى المحلي أحنا طبعاً معرض بيك فايف معروف أن ده معرض جديد داخل مصر واحنا الثالث سنة إن شاء الله مشاركين فيه السنة دي يعني السنة اللي فاتت والقبلها والسنة دي وده يعني بيك فايف ليه تقلع على مستوى العالم مشاركين في معرض بتي مات بتي مات بردو أنتل ناشونال شركة فرنسية أصلاً ومشاركين فيها مقالنا حوالي 13 سنة وأي معارض محلية برضو إحنا لأننا يعني هدفنا أن نعمل انتشار لجودة المنتجات طب إيه هي أنواع الكرميت وإيه استخدام كل نوع منهم؟ أو حراك الكرميت زي ما قلت في بداية الحديث إن فيه عندنا كرميت فخاري وده غالباً يعني بيستخدم في المناطق اللي هي السحيلية دي مستو برضو أنه واخد الطبع الأديم يعني طبعاً الفيلة للأصور الأديمة جيل بيفيسي ده يعني أقل لوزناً وبرضو أحللي مشكلة كبيرة جداً البييفيسي طبعاً لا يصح على قصر ولكن يصح مثلاً على برجولات الفرق بين ده وده مثلاً في الوزن لو أنا قلت متر قرميت فخاري بقول 40 كيلو في المتر المربع لو قلت بيفيسي بقول 4 كيلو في المتر المربع فعند الناسبة بعيدة جداً فأنا ما أكون بجهز برجولة مثلاً في بيت أو بجهز استراحة فيفضل أو بنصق بها بالبييفيسي تغيير الأنواع الأرميد من فترة لفترة من نوع لنوع ده بيعمل في التسويق بالنسبة لحضرتك لشان تعمل التسويق هل بتشتغل في نفس النوايات الثلاثة ولا كل منتج بيجي موجود أحدث ده اللي بتبتدي أن أنت تتجه وتخلي السوق الموجود المحلي موجود فيه في الحقيقة يعني طبعاً إحنا غالباً بيكون إحنا تعرفنا في المنتج المقبله يعني إحنا مثلاً بالنسبة للقرمية الفخاري الحمد لله على مستوى الشركات أو على المشاريع الكبرى معروفين معروف تلوقتي البضعة بتيجي من مينة عارف أنها يرح على فين البييفيسي طبعاً بدأ برضو ياخد نفس المجال المعدني يعني هو إحنا بناخد فيه مجهود شوية ليه إحنا من المعدني بالذات أن دي ثقافة جديدة فانت مختلفة كلين وجزئين فانت بالحالة دي بتغير من ثقافة فخاري أو بيفيسي أحنا قلنا بيفيسي أساساً ليه تقصص معي لكن اللي بيحل محل الفخاري عند المعدني ليه؟ المعدني أولاً يعني لو هنتكلم في تفاصيل المنتجات أعتقد في نفس الحلقة منتجاته كتيرة ألوان متنوعة وفي مشاريع بالفعل قائمة منه واعتقد المشاريع دي نكحة جداً منه وبدأ يقضي السوق الحمد لله في خلال الفترة أنا أستغربت جداً لما شفت الإعلان لما شفت الإعلان هنشوف الإعلان لوحده بس كمان شوية لقيت إن الإعلان أنا كنت فاكر يعني أنا كنت فاكر إن الأراميد هما نوعين النوع البيبيسي أو الفلاستيك والنوع الفخاري لما شفت الإعلان عن النوع المعدني ممكن كتير في الأسواق الحالية ما يكونش عارف إن ده موجود أو ما يكونش عارف أهميته ودوره يعني فالإعلان نفسه شديني فإزاي إن أنا أقدر أغير ثقافة شخص إنه بيستخدم النوع ده من النوع ده للنوع ده تمام ولي أنا لو هتكلم في الجزئة دي هتكلم على مستويين بأتكلم على مستوى إن أنا المكاتب الاستشارية ملأت أتعرف عن ده تمام ودي بتنزلني في التعريف للمشاريع بس دي بتاخد وقت ويعني برضو مجهودة كبير لكن برضو على المستوى الشخصي فإحنا بنزلين إعلانات وعملين ما عملين تغطية كويسة تمام سواء إذا كان مسجلية الأهرام عملي فاعل لك كويسة فسواء على المستوى للده يعني كل القنوات بنحاول إن إحنا ندعم نفسنا على الويب سايت بتاعنا برضو عاملين ليه شغل كويسة طيب الويب سايت بتاعنا إيه علشان لو حد عايز يخش وشوف المنتجات كلها ممكن نكتبه ممكن نكتبه على الشاشة آه نكتبه الفرعنة إيجيبت إيجيبت آه دابلو دابلو الفرعنة لا مش الفرعنة فيروس فيروس دوت أورج طيب طيب بيبيني إن إحنا بيتكلم عن القرمية المعدنية بيتميز بإيه وبيتكون الأول من إيه آه القرمية المعدنية لو جينا على المستوى التجاري الصح يعني لو إحنا مثلا بعيدنا عن بعض الدول مبدون ذكرى أسماء الدول إحنا المفروض ده مكون من حاجتين أساسيتين ألوزنك بين الألمونيوم والزنك وفي نفس الوقت فوق منه حبيبات للحجر المطلون بنجيب الزنك ده بيجي طبعا جاهز من ألمانيا في نفس الوقت بيأخذ الحجر ده بيأخذ خطوات معالجة إيه خطوات المعالجة بتاعته أول خطوة في المعالجة نحن بنشيب منه الملوحة عشان ما يجيش بعده فترة مثلا مع العامل الجوية نلاقي فيه لون أبيض ظهر عاديه تاني خطوة معالجة إن احنا بنبدأ نديره الألوان اللي احنا عايزنا سيه مثلا حضرتك عايز اللون توبي أوكي عايز اللون أزرق زي بنتون فيه عندنا أوكي عايز اللون أخضر أوكي يعني أي لون طيب إحنا فيه ألوان أسيه مثلا حوالي 13 لون شغالين عليهم حضرتك عملتي منتجع جديد وعايزك ما يزيه عايزك ما يزيه بلون تاني خالص ممكن حضرتك بالجبان الألوان اللي حضرتك عايزها وبنعمل حضرتك العينات وبنطبق عملي وبنعمل حضرتك موكب عشان تبقى مقتنع بي ده 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 خطوة حلوة قوي إن انت تقدر تخلي كل منتجع أو كل قرية سياحية أو كل مكان عايز يبقى متميز بشكل معين بلون معين ده ده يبقى حلو إن انت تشكله من البداية يعني تخليه هو يختار اللون فعلا فأنت بتنتجله لحاجة اللي اللون محتاجه في المكان اللي هو عايزه بالزبط الخطوات حضرتك بقى إن شاء الله الفترة القادمة يعني يعني إحنا كل خطوة أكيد بتحطيها دراسة علشان المستقبل وعلشان البلد يعني إيه الخطوات اللي حضرتك شايفة في الفترة دي جاية في الحقيقة يعني يعني هو إحنا كان كان هدفنا الأول إن إحنا نعمل مصر لإنتاج للقربية الفقاري لكن طبعا البلد تلوقتي بتقدم لنا كل الدعم إن إحنا نقدر نعمل حاجة زي كده لكن للأسف الشديد الطفلة بتاعتنا في مصر أو المادة الخامة نفسها في مصر غير متجنسة للمنتج البي في سي ده كل منتجاته تقريبا تكون بتيجي مستوردة فإحنا فضلنا إن إحنا نجيبه كامل الصنع لكن لما نجعل من المعدني لأ نقف نقف لي بقى الخامات بتاعته أموكي يكون فيها جزء مستورد كبير لكن إنتاجه في مصر هيبقى دي مغزية كويس جدا وبدأنا بالفعل ناخد خطوات بلأنا فيه أرض مبدر فعلا نتكلمنا عليها ومفهول إن إحنا هنبدأ في المعالجات الرسمية إن إحنا نعمل إجراءات الترخيص طب ليه مصر؟ لأن مصر بتتبيز بالتفكيات مع كل العالم طبع ليها اتفاقية غدير ليها اتفاقية الكوميسة وبعدين إحنا يعني المصنع اللي إحنا إن شاء الله جاي معنا تيف ناجب اللي جاي من السعودية اللي الشغل كويس جدا في أفريقيا نمتاز في مصر إن إحنا أفريقيا هندخل بدون زيرو جمارك هندخل أوروبا زيرو جمارك هندخل أي دولة عربية زيرو جمارك فهم حتى حطوا نصب عينهم على مصر أول حاجة عشان إن إحنا اتفاقيات تاني حاجة يعني عندنا العمالة إلى حد ما أرخص من إن هي تبقى في السعودية أو في أي دولة لا في دولة تمام طب للشركة ليها فروع أخرى؟ في الحقيقة آه دينا فروع في الساحل ودينا موزعينا على مستوى الجمهورية طب هنطلع نتفرج على الإعلان ونكمل كلامنا نطلع نتفرج على الإعلان يا جماعة ونشوف الإعلان بشكل مختلف ونرجع تاني على طوله موسيقى موسيقى تحز بيتك على الطريقة الأوروبية وبتحب شكل الأرميد وخايد من مشاكل نوع التقليدي المصنوع من الفخار يبقى أنت محتاج تستخدم الأرميد المعدني من طيف النجد الأرميد المعدني يعتبر مفهوم جديد متطور لأنه مصنوع من خامات مختلفة كليا عن الأرميد التقليدي بيتكون من الصلب المعالج بطبقة من جالفاليوم المقاوم للرطوبة والصدر ومتغطي بطبقة من حبيبات الحجر الطبيعي اللي هتخلي مظهره أنيق وهتمنحه قوة ومتانة ضد العوامل البيئية الصعبة التركيبة دي هتخلي الأرميد المعدني مش محتاج أي عوازل مائية أو حرارية زي الأرميد التقليدي كمان خفيف الوزن وسهل التركيب ومش محتاج أي خلطات أسمنتية إحنا في طيف نجد بنقدم لك مجموعة كبيرة من التصميمات والألوان المختلفة اللي بتناسب أي بيت والأهم من ده كله أنه بيحافظ على لونه وشكله ما بيتغيرش وده هو المطلوب وده هو المطلوب بالكلمة دي عايزين نقول طبعاً أنا فرحان جداً بالكلام اللي تقال أن مصر بقت جاذبة للتصمار دي حقيقة وده لما يبقى فيه رجل أعمال زي حضرتك بتقولي الكلام ده فبيدي ثقة للناس وبيدي ثقة للرجال الأعمال الصغيرين اللي بيبتدوا أنه لازم يبتدوا بقى يعني ما حدش يستنى لأن فعلاً زي ما حضرتك بتقول إن إحنا عندنا حاجات بس إحنا مش قادرين نكتشفها أو نكتسب منها الخبرات أو إزاي نقدر نستفيد من اللي الدولة عاملها وأكيد ده هيعمل فرص طبعاً حضرتك مش عايز أنا أتكلم الكلام حضرتك اللي قلنا برد هو أن ده هيخلق فرص عمل ده هيخلق فرص عمل جديدة ده هيخلق استثمارات جديدة دخل جديد لمصر يعني وده بيساعد في زيادة ده بيساعد في الاقتصاد المصري بصورة مباشرة طبعاً يعني أنا عايز أقول لحضرتك إيه الرسالة لحضرتك بتوجيهها لكل الناس اللي بيسمعونا أو لكل الشباب اللي نفسه يبقى رجل أعمال في صعبات بتقابل للشخص في الأول هل يستسلميها ولا يحاول أنه يستمر وينجح حضرتك لو طلبت من حضرتك حتة حلوة تمام وابتلك عايز حتة حلوة بس عايزك أنت اللي تصنع حوالي هتقف قدام النار ولا هتجلق ولا هتعمل إيه؟ هتستسوي إزاي الحلوة دي؟ تحت ضغط تحت ضغط ومع مشوار طويل تمام بتجيب السمسل بالمكان بتجيب حاجات كتيرة جداً عوامل عشان تجيب المكون تمام واستحيل أن أنت تتقي حاجة سعبة آه أنت بتقترق طريق وبرضو في صعبات ما فيش حاجة في الحياة كلها سعبة تمام أبسط القيم أضع في حاجة لو قلت الحركة عايزك بايت شاي محتاج المطبخ محتاج مهج محتاج صرف اللازمة حاجة تقلب بقى الشاي محتاج سكر ففي كذا عامل تمام صعب جداً ممكن أنت في أثناء ده كله حركة معينة آه قلت حاجة معينة بس ما جاتش في مكان فلازم أنه صعبات وإذا لم كانش فيه صعبات ما فيش نجاح تمام يعني لازم نحاول نبتدي مع البدايات مش نحاول ده لازم نبتدي لاش أحاول طيب حاول دي صعبة شوية لكن لازم نبتدي يعني إحنا يعني يعني بس أقول لحضراتك حاجة يعني إحنا تقريباً أوقات كتير جداً بقوم برا مصر مش عايز أقول لحضرتك العالم الأول كان بينظر لنا إزاي والنهاردة بينظر لنا إزاي طب ما تقول لنا علشان نبقى إحنا كمان عارفين يعني من خلال زيارتك الكتير وأنا لسه عارف أن حضرتك لسه راجع قريب قوي من دبي من دبي إزاي الناس شايفان إزاي في الوقت الحالي بس حضرتك الأول كان الاتجاه لمصر إن ده صور في الرفض يعني شعب ثقافته محدودة تمام عايش على المعونات اللي احنا بنبعتها له تمام وخلاص يعني احنا نبعت ما نبعتش دي حاجة محروف منه تمام وما كانش فيه أي دراسات حوالين منه لأ النهاردة لو أنا آخر مرة كنت في بلجيكا لقيت حد من الكنسولية جاي قابلني بيقول لحضرتك دي المشروعات المقامة عندكم في مصر المشروعات المقامة وأنا مصري ممكن في مصر دي المشروعات المقامة عندكم في مصر ويريت تحاول تفتح لنا مجالات للشركات البلجيكية إنها يخش في مصر نفس الموضوع في ألمانيا نفس الموضوع في السعودية فالنهاردة كله بيتجه لمصر بيتجه بغزارة والحقيقة البلد يعني بتقدم تسهيلات مش تسهيلات يعني اللي كنا بنحلم به لا فوق الأحلم بشوية وأنا مش ببانغ نهاردة كل حاجة ظهرة عندنا نهاردة الاهتمام بالمرأة عندنا الاهتمام بالصحة عندنا الاهتمام بالطرق عندنا الاهتمام بالطاقة القهربائية عندنا الاهتمام بالسكن فعندنا الاهتمامات على كل المجالات صعب جدا إن احنا كنا في المرحلة ما قبل ذلك والمرحلة اللي احنا وصلنا بلي فيها في خلال الستة سنوات إنجاز يفوق الحلم طيب ايه هي خطتك المستقبلية ان شاء الله للشركة ان انا اقلص الاستراض وحاول اطلع منتج محلي ان شاء الله ليه ان انا اصدر ده بيعمل جذب للعملة احنا كنا مش عايزة اقول لحدك كنا بنعاني ازاي عشان ندبر عملة يعني كانت اشد المعاناة ممكن تلاقي الصعبة حقيقية لان انت تقدري يعني تخدي فيه عملة معك النهاردة حضرتك بتودي الفلوس البنك وهو بيحولها لك ويغير لك عملتك وانت في منطرح دي رقم واحد رقم اتنين ان انا كان عندي فرق يعني ارقام باهزة ما بين السعر الرسمي ما بين السعر اللي انا بجيب به من خارج القنوات الشرعية الرسال ده تقلص يعني الناس دي مش عايزة اقول لحضرتك النهاردة قاعد على الرسفة قاعدين على الرسفة سيطرة من الدولة على المنظمة دي حاجة الحاجة التانية لو احنا رجعنا فترة بسيتة جدا لانه وراء كان الدولار بـ 18 جنيه النهاردة بـ 16 جنيه فكل ده حتى لو حضرتك تراحز على مستوى البيت مستوى الاكل تحس ان كل حاجة بدأت تاهدة شوية انا عايز اطلب من حضرتك ان حضرتك لازم تكون معنا في اللقاء تاني لان الفقرة بتاعتنا وقتها خلص وخلص بسرعة جدا فنتمنى من حضرتك ان انت تشرفنا في اللقاء تاني علشان نعرض مجموعة كتير من الحاجات يعني انا قد ايه سعيد بالكلام الحلو على استقرار البلد الكلام الحلو اللي بيطلع من شخص موجود بالفعل رجل اعمال موجود في السوق ليه مشاريعه ليه طرقه ليه حاجات كتير موجودة ويبقى دي شهادة شهادة حققية من الناس اللي موجودة في ايديها في العمل نفسه ايديها في الموضوع انا بشكر كل القائمين على المشروعات في الدولة بشكر الحكومة وبشكر كل الناس اللي موفر لنا الامان والامن وموفر لنا الاستقرار وكل المشاريع الحلوة دي طبعا في النهاية انا بشكر نيفين شركتني في اللقاء النهاردة شكرا يا محمد جدا صباح الخير عليك وطبعا كل الشكر لرجل الاعمال المهندس عيد العدس ان شاء الله حضرت شرفنا في حلقة تانية اصدقائي انتظرونا الاسبوع اللي جاي قبل المعدة بساعة مع برنامج كل الناس نيوز اتمنى لكم يوم جميل وصباح الخير موسيقى